خلونا نبدأ حالة النهاردة بأولمبياد توكيو 2020 مبارح لجنة الأولمبية المصرية عقدت مؤتمر صحفي علشان تكشف عن تفاصيل البعثة المشاركة في أولمبياد توكيو 2020 ده كمان نكمل كشف خلال المؤتمر عن الزي الرياضي الرسمي للبعثة بالإضافة للإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الاتحاد الرياضي خلال مشوار التأهل للأولمبياد تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل تاني أيام قليلة تفصيلنا عن انطلاق أولمبياد توكيو 2020 والتي ينتظرها عشاق الرياضة في كل أنحاء العالم خاصة المصريين الذين يشاركون بأكبر بعثة لهم في تاريخ الأولمبياد ب134 لعباً ولعبة ومع قرب حلول موعد الانطلاق عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمر صحفياً للكشف عن الزي الرسمي ورياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد توكيو بالإضافة إلى ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد توكيو 2020 بداية من يوم 23 يوليو الغالي دعوات القربية بتوافق لعبين المصريين وسأشتغلهم عبر شاشات التلفزيون مع أصدقاء المصريين سأقوم في غاية السعادة إذا تمكن المصريين من التعرف أكثر على اليابان من خلال هذه المناسبة التجهيز لأولمبياد توكيو كان الأصعب في تاريخ استعدادات مصر للدورات الأولمبياد بسبب تأجيل الأولمبياد من عام 2020 للعام الحالي بسبب توابع فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في العالم وتسبب في زيادة مدة فترة الاستعدادات للأولمبياد من أربع سنوات إلى خمس سنوات إن شاء الله دي المشاركة التانية لها أنا كنت أول مشاركة لها لندن 2012 وكانت التأهيل برضو في ريديو جينيرو 2016 لكن إصابة منعتني من المشاركة فدي أعتبر المشاركة التانية لها إن شاء الله في توكيو 2020 نحن الحمد لله الفترة فاتح كنا في مع أسكر مغلق كنا فيه إعداد على المستوى البدني والفني وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى التغذية كمان الفترة الأخيرة بدأنا أن نحن نعكس اليوم بتاعنا عشان خاطر فرق توقيت ما بيننا وبين اليابان فأنا شايفة الحمد لله الفترة فاتحنا عملنا إعداد كويس جدا جدا وأنا سعيدة بأداي الفترة اللي فاتت وجهز لأي نتيجة ربنا كتبها إن شاء الله بالنسبة لموضوع الفرق اللي أنا متخوفة منها فأنا الحمد لله مش متخوفة من حد هما كلهم عندي أبطال وهما كلهم زي بعض يعني إحنا أحسن عشر على مستوى العالم هنلاعب بعض فهما عندي كلهم زي بعض وإن شاء الله خير طبعا المنافسة هناك مش سهلة المنافسة صعبة جدا طبعا ما فيش ما فيش حد يعني كل يعني خلاني اتفاع اتفاع كل لعيب رائح يلعب في الأولمبياد عنده طموح أنه يجيب مدالية ما فيش لعب رائح تمثيل مشارف لأ كله عنده الطموح فطبعا المنافسة بتبقى صعبة والأولمبياد بتعمل كل أربع سنين فالدوافع أكبر فإن شاء الله ربنا يسهل ونبقى على قد المسئولية اللي نحن شايلينها نحن نرفع على مصر هناك بإذن الله إن شاء الله عملنا معسكرات لنا في الرماية وأنا لعب رماية طبعا وحضرنا في متشاط وتأهلات وجهزنا نفسنا نحن نلعب بسلاح وزخيرة معينة فجبنا طبعا سلاح وزخيرة عشان نبقى منافسة نقدر ننفس بيها أبطال العالم اللي نقبلهم إن شاء الله وإن شاء الله ربنا وفقنا وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة بإذن الله المؤتمر أكد دعم الرئيس السيسي ومساندته لكافة الرياضات مؤفرا كل الإمكانات من أجل نجاح النشاط الرياضي وتقدمه حتى أصبحت مصر واجهة للعالم لتنظيم البطولات العالمية ولديه العديد من الأبطال الذين نجحوا في المنافسة على الألقاب العالمية